بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل فمنه العون وحده لا شريك له اللهم اشفئوا من شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين اللهم آمين نبدأ في النموذج الخامس النفايات وعمل الأطفال والجمال ايه الحلاوة دي باختصار كده النفايات مرت علينا القطعة أكثر من مرة تمت اعتقاد خاطئ بأن التكنولوجيا تسهم إسهاما كليا في علاج مشكلة النفايات الله يعزكم الزبالة يعني فالتكنولوجيا تقوم بتوفير بيئة صحية لحدود معينة حيث تقوم بإعادة التدوير تعمل إعادة التدوير ولكن لا يمكن الاعتماد عليها اعتمادا كليا يعني التكنولوجيا ما رح تيجي بيتنا تاخد الدبل الخلصانة ترميها في الزبالة تاخد الورقة المرمية تاخدها تجميعها ما فيه لأن دون مساعدة الإنسان لأن الإنسان هو المسبب الرئيسي لمنشكلة النفايات تلاقي الواحد خميس وإنس والدنيا مستأنسة وواحد قاعد يأكل شورمة يخلص يرمي الورقة يشرب بيبسي يخلص يرمي البيبسي شرب ميا يرمي الميا وهكذا هو المسبب الرئيسي اللي عملت النفايات أيضا يعودوا فصل المواد إلى المنزل أولا هو في الزبالة الورقة بتطلع لحالها والبلستيك يطلع لحاله لا ما فيه يعني قال لما نجد بيت يعني مثقف لدرجة مهذبة جدا أنه هو يعني حاطت كيس للورق وحاطت كيس للبلستيك وحاطت كيس للكتشاب وحاطت كيس لعلام ما فيش ما فيش حشان ما فيش إحنا بشر ما إحنش مثاليين يعني ويقع الوعي البيئي كلها بخطر تلك المشكلة على المنظمات البيئية والإعلام طيب معنى كلمة ثمتا 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 يعني هناك أنسب عنوان للنص مشكلة النفايات وحلولها قاعد يعرض المشكلة وقاعد يشوف حلول لها معنى توفر بيئة صحية قلنا يعني نستفاد من منتجات هذه النفايات كيف يعني مثلا البلاستيك يغدوه بإعادة التدوير الأوراق يغدوه بإعادة التدوير وهكذا من أي من الآتي غير صحيح يعني أقولك غير صحيح يعني غلط الاعتماد بسيط في حل المشكلات على التكنولوجيا نعم هذا صح لأن التكنولوجيا تساهم إيه لكن ليس إسعاما كليا الإنسان هو المؤثر في إيجادها نعم الإنسان هو اللي بيرمي الورق هو اللي بيرمي الشورمة هو اللي بيرمي الكتشب هو اللي بيرمي الميا وهكذا فاصلها يبدأ من المنزل أولا يجب على المنظمات البيئية فقط أن تعيها القدرات الدماغية يحتوي الدماغ على ملايين الخلايا الدماغية برضو متكرر هذا الجملة لحظوا معنا من يوم بدأنا في هذا الكتاب النماذج الخمسة موجودة فيها هذا يحتوي الدماغ على ملايين الخلايا الدماغية يستهلك كم؟ 30% من إجمال الطاقة جسم الإنسان المخيخ هذا المخ هذا الدماغ بيستهلك 30% من طاقتك لذلك إذا كان الإنسان في شغله هذا يكون جسمه مشتن ما هو مركز وخاصة إذا كانوا بنات أوه سالف صغيرة كذا صغيرة يخلي تركيزها رايح كله في ناق 30% على هذا الموضوع ويفقد الآلاف كل يوم وذلك اللي بسبب هيش قلنا واحد السموم اثنين سوء التغذية ثلاثة الضغط النفس خلاص حفظناها يسألنا كم؟ سبب ثلاثة السموم التي يتعرض لها جسم الإنسان وسوء التغذية حاجة منتجة الصلاحية والضغط النفسي اللي هو بعيشه الآن طلاب وطالبات السنوي سواء أول كانوا طلاب وطالبات السنوي في مصر هم اللي عيشوا ضغط نفسي أصبح الآن طلاب وطالبات السنوي وفي مصر وفي المملكة الناس كلها في ضغط في ضغط دوام يطلع من الدوام عنده واجبات يطلع منه واجبات عنده قدرات يخلص من قدرات عنده تحصيل يخلص من التحصيل ما يقبلش في الجمعة لا 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 ضغط نفسي غير طبيعي وتقوم الدورة الدموية بتزويد الدماغ بالمواد التي يحتاجها كالأكسجين السكر الأحمد الدهنية الأمنية المعادل الفيتامينات فأي نقص في هذه المواد الضرورية وش يسوي يتسبب في انخفاض القدرات الدماغية وقد يؤدي حرمانه من الأكسجين لو رح هو أكسجين لا هو أبو تفاحة لا هو هو لا لو رح الهوى هذا الأكسجين هذا لو رح لدقايق يغمع الإنسان فيموت موت جزئي أو يعمل نفسه ميت يموت كليا يروح توصل البحثون إلى أن الأغذية الغنية بالبروتينات ودهون الأوميغان اللي هي أسماك وغيرها تؤثر في القدرات العقلية إذ إن تناولها يرفع من كمية الأدرناني الذي بدوره وش سوي يمكنه من التفكير والتركيز بالطريقة جيدة جيدة هنا يعني مش قليلين لا يعني جيدة يعني ممتادة اللي ما الجيدة هنا مقصود بها ممتازة مش مقصود بها جيدة نقص الأكسوجين عن الخلايا العصبية يؤدي إلى ضعف القدرات الدماغية الأكسوجين لما يجل عن الخلايا العصبية الإنسان ما يكونش مركز يا فهد جيب لنا عصير بقى على المغرب عشر دقائق بعدان بعدان شوية ما فيش تركيز ما كيش عشان ما فيش عدد الأسباب اللي تؤدي لفقدان الخلايا العصبية اللي ما يعرفاش هنقول له انت حمر يحمر هي يا عمد احنا خفز خدناها مئة ألف مرة ثلاث أسباب يلا اكتبوا لي عشيات عشان بس باب التحريك اكتبوا لي عشيات واش الثلاث أسباب هدول التسامن وايش وايش السموم سوى التغذية الضغط النفسي حسنتم أفضل عنوان للقطع حاجة الدماغ للغذاء ماذا يحتاج الدماغ تنوع الغذاء وعليكم السلام تعود قلة التركيز لدى أغلب الناس إلى انخفاض القدرات انخفاض القدرات مش معناها قدرات تكمل لفظ لا انخفاض القدرات العقلية انخفاض الأساسيات عند الإنسان واحد ما بيعرفش انجليزي خالص وداخل قاعد يكلموا فرنسا وليمونستر ديكاز يؤفكتي دم فيزيت أناتروفية وفيسيال جيسوي كونتود تغيسة لاتر بغمي بزنتيجي ما بالشاب عن جيكان زودر جيتروازمي ها ها لا بيعرف انجليزي ولا فرنسا ولا بطيخ فحتلقي نام هتلقي نام تلقائي مش فاهم حاجة في البطيخ اي انسان يكون قاعد في مكان مش فاهم في اي حاجة تركيزه يقول لي نفسيته تتعب ما يكونش مركز ما يكونش فيه تواصل الحوار الندوة وقيمة امس هذا برضو من القطع اللي كانت بتكرر كتير العام الماضي وقيمة امس ندوة برعاية وزارة الداخلية على هامش مؤتمر الدفاع المدن شوف لاحظ معايا بنات امس اذا هو ادي يوم معناه احنا اليوم معناها ذات اليوم اللي هو اليوم جلسة التحية تم عارض الاوراق العمل والمناقش حول شؤون فيها وتطرق المشاركون في هذه الندوة لمجالات السلامة واهمية التوعية باهمية الدفاع المدني للحفاظ على المجتمعات وسلامته وفي الختام حضر مدير ومديرية الدفاع المدني شوفوا مدير مدرية الدفاع المدني بنفسه حضر وترقص الاجتماع يعني كان رئيس الاجتماع بحضور الجميع حيث أننا سؤال هذا كونه رئيس ولا كذا هذا يفيد بإيش حانا عرف هذا الوقتي بحضور الجميع واستلم محضر الاعمال وقام بالتوجه بالشكر والتقدير إلا كافة المحاضرين ورؤساء الجلسة وغدا وغدا سيمضيه دموع عينك مش عرف هيه كذا وغدا طبعا إحنا قلنا أمس واليوم وغدا هذا اليوم الثالث أقيمت غدا غدا سيتم معارض التوصيات التي خلصوا إليها أمام الجميع بيسألنا الندو هذا كم يوم أمس واليوم وغدا يتبين من النص السابق أن الدفاع المدني الدفاع المدني هذا شو مؤسسة رسمية عسكرية حتى تشوف الموظفين الدفاع المدني لابسين عسكري مؤسسة رسمية يعني تبعي الدولة عسكرية يعني لابسين جيش من النص السابق نفهم أن حضور المدير للحفل الختامي لدعم موضوعها أعمالها لحظوا أنا لا أشرح بالطريقة التقليدية اللي ها دوروا معايا الشباب على القطع عارفين الإجابة لا أنا ما أحبت هذه الطريقة لأن ما فيش وقت للقطع إحنا بنرجع للقطع في حاجات مهمة زي إيش الدمر هذا يعود على إيش غير كده إحنا بنفهم القطع ونقدر نحل إن شاء الله تمام يتبين من النص السابق أن النوذة استمرت ثلاث أيام قلنا أمس واليوم وغدا حاضر ويقولك استمرت كم يوم يقولك قيمة أمس أمس اللي هو أمس اللي راح هذا معناه مبارح واليوم وفخر يقولك وغدا سيتم كذا غدا اللي هو بكرة يبقى أمس واليوم وبكرة يبقى ثلاث أيام مفهومة الآن متى كانت توصيات الندوة بعد انتهاء عملها التوصيات يعني أي شيء الحاجات اللي خلصوا بيها من الندوة ونصحوا بيها الناس تعرض الندوة توصياتها في ختام الندوة الناس بتكلموا وبنقشوا وفي نهاية الندوة واحد بيقول أنا معي يمسواس اللي لازم أرجع للقطعة للقطعة لا مانع هذا الأصل أخي الكريمة اللي كتب هذا الأصل لكن أنا أعتمد على حاجة ثانية وشيء إن أنا أشرح القطعة وفصل فيها وحكي وبعدين تجي انت تتدرب على الأسئلة وبعدين تحفظها مع الفهم في القطعة هتقدر تحل إن شاء الله إلا بقى لما يكون الضمير علاقة سؤال علاقة أو سؤال الضمير لازم نروح للقطعة يتبين من النص السابق أن النادوة استمرت لمدة ثلاث أيام نعم تترك ظاهرة تشغيل الأطفال هذا عمل الأطفال تترك ظاهرة تشغيل الأطفال على تباين أوطانهم آثارا سلبية تنعكس على المجتمع بشكلها وعلى الأطفال بشكل واستغلال الأطفال في العمل أخذ أشكالا عديدة أهمها تشغيلهم وتسخيرهم في أعمال هم غير مؤهلين لها للقيام بها سواء من الناحية النفسية أو البدنية طيب لذا يجب أن تتكاتف المنظمات المحلية والمنظمات الإقليمية طالب مننا أن يتكاتف يعني يعني يحط يديهم في بعض يشوفوا مشكلة العمل للأطفال هذه من اللي يتكاتف المنظمات المحلية زي مثلا البلدية ومثلا المسؤولين عن الخدمات العمالية وهكذا اللي بقول على مكتب العمل ووزارة التجارة التجارة وهكذا المنظمات المحلية واش تاني والإقليمية والدولية المحلية الموجودة في المنطقة اللي احنا فيها الإقليمية اللي موجودة في الدول العربية مثلا الدولية اللي موجودة في دول العالم كلها طيب حيتكتفوا وحطوا ديهم في بعض من أجل إيش من أجل القضاء على عمل الأطفال طبعا إخواني يا أخواتي قد لا تجدون هذه الظاهرة موجودة عندكم في مجتمع لكن للأسف موجودة في الدول الفقيرة كمصر والسودان وسوريا ولبنان واليمن وغيرها الدول الفقيرة كلها والمغرب تلاقي الطفل الصغير في الاتدائي بدخل دخل مثل الرجال وبيشتغل شغل ما يشتغل الرجال تعالوا نشوف الموضوع هذا فهو على الرغم من منافعه اليسيرة يعني الطفل اللي بيشتغل هذا بجيب دخل شوية يعني بفيد أهله شوي التي قد تكسب الطفل عادات جيدة اللي من شوي نقولتها حتى بدون ما أقصد بتخلي الطفل الرجال يعني يكون طفل صغير كده كأنه رجال في الاعتماد على ذاته يعتمد على نفسه إلا أنها لا تقارن بالمساوئ هذه المميزات البسيطة ما تتقارن أبدا بالمساوئ وللأسف تعتبر إحصائيات عامل الأطفال غير دقيقة بمعنى لما يجوا يعملوا عندك كم واحد بيشتغل وعندك كم طفل بيشتغل أولا ما يكتبوهم عشان يعيه يجي معونات اللي ما بيشتغل بها غض معونات فما يقولوا يقولوا ما بيشتغل ثانيا يعني يعني ايه مثلا واحد في الأفتداء يقول له هذا بيعمل وكذا ما بيشتغل هذا يعني ما بتكون دقيقة لأن بعض الدول لا تعير هذه القضية اهتماما يعني لما نيجي مثلا في أي دولة من الدولة الفقيرة بدون ذكر اسم دولة عشان ما حد يشلع لما نيجي عند دولة صغيرة جدا وقلنا يعني قعدنا نقش عمل الأطفال وما الأطفال ونت مجنون من وين يأكل ما عنده دخل أبوه ميت أمه ميتة هو المسؤول عن أخوانه وأخواته مثلا أو مثلا الأب عنده وظيفته رتبه ضعيف جدا ويحتاج إلى أكثر من عشر ألاف عشان يعيش المصيبة يا أخواني وأخوات الآن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم عليكم نعمة الأمن والأمان والمعافاة والغنى بلو أمين بلو أمين قبل ما اتروح أن الدولة الفقيرة الآن يعني أباكم يعرفون هذا الشيء صارت مكلفة العيش فيها أكثر من المملكة في مصر مثلا على سبيل المسألة حسنًا يتزوج الرجل الشاب عشان يتزوج محتاج 2 مليون جنيه 2 مليون جنيه كان مثلا بالريال مثلا 200 ألف أو 250 ألف ريال من أين يجيب هذا طفل يعني شاب يطالع ما عنده وظيفة ما عنده حاجة فالعيش هناك صعبة في الدول الفقيرة والتكلفات أصعب فيضطر الناس لعمل الأطفال عشان يقدر على ما يوصل يكون عنده 17 سنة يقدر يتزوج أو 20 سنة يقدر يتزوج يتزوج لأن لأن بعض الدول لا تعير هذه القضية اهتماما وإن كان عمل أطفال قضية رئيسية تستحوز على اهتمام الكثيرين يعني في ناس مهتمين بها إيه والله يا فارح لأن بعض الدول التي لتعير هذه قضية وإن كان عامل أطفال قضية رئيسية تستحوز اهتمام كثيرين فليلتحق بها حرمان البنات من التعليم شوفوا هنا بتكلم عن عامل الأطفال حطلها كده حطلها شوية كتشر كده وش حرمان البنات من التعليم حيكون عليها سؤالها حيث إن بعض العادات والتقاليد في بعض المجتمعات تقف حائلا دون تعليم هن أنا أعرف ناس أمهات الآن هم كات الأولى على محافظة الخرج مثلا في متوسط لكن قلوا خلاص بعد المتوسط ما فيه ما فيه ما فيه تعليم طبعا زمان هذا حين ما شاء الله ماجستر ودكتوراه وماستر والناس بتبتعس لأمريكا وبريطانيا ما إن شاء الله تبارك الرحمن والله العظيم احمدوا ربكم على التطور اللي في المملكة فليلتحق بها حرمان البنات من التعليم حيث إن بعض العدد التغريد في بعض المجتمعات تقف حائلا دون تعليمهن ومن ثم حرمانهن من هذا الحق حتى زمان في مصر كان يقوله ما عندنا بنات تتعلم أما الأطفال الذين يعملون في الشوارع ويعتقد الناس أنهم أطفال شوارع هؤلاء الأطفال يعودون في نهاية اليوم مع أهليهم إلى منازلهم في الأحياء الفقيرة هذه واحدة كتبة مسألة يعني بس بلاش نكتب يعني نغررها عشان بعض الناس يعني هؤلاء الأطفال يعودون في نهاية اليوم مع أهليهم إلى منازلهم هؤلاء الأطفال يعودون في نهاية اليوم مع أهليهم إلى منازلهم وفي الأحياء الفقير ومن ثم أنه قد أصبح تقليداً لدى العائلة أنه طول اليوم بيشتغل ويرجع ينام في بيت خربان لا فيه تكييف ولا فيه مكان آدمي ولا خربط ومن الملاحظ أنه قد أصبح تقليداً لدى العائلات أن يعمل أطفالها يعني بقى شيء طبيعي لدى بعض الناس أن أطفالهم بيعملون ومن ما زاد الطينة بالله على قلت المصريين ولي جه حالها عامها كمان أن هذه الفئة أصبحت تطمع في المنتجات باهظة السمن زي ما قلت يقول لكم فقر وعام طازم ما فيش فلوس لكن تيجي تصرف ملايين والله العظيم أسعار لا تتخيلونها والله والله بيت شقة تحت وشقة فوق والتلف السبب فيه الرجال يبقى فيه 16 مليون 16 مليون يعني يا باشا أنت تعمل أنت حمر يحمر من وين يجيب الملئين هذه وفقر موجود منتشر من وين يجيب الفلوس هذه ما قد يعني يقول لك هذه البئات الفقيرة اللي أطفالها ما بيشتغلوا اللي طول اليوم يشتغل الطفل ويرجع آخر اليوم في بيت معدام ما فيه مقيف كذلك يجيو يشتروا حاجات باهظة الثمان تلاقي جايب آيفون 15 برو ماكس يعني هو يساوي ردبه خمسة شهور مثلا عادي عنده جدا شوفت حاجاته كده كده أنا ضربت الآيفون فقط اللهم يصبح مثال يعني خدوا عليها كذا السيارات والبيوت المنظمات الإقليمية هي التي تعمل في أقاليم جغرافية معينة منظمة إقليمية يعني بتعمل في أقاليم معينة إقليمية يعني موجودة في السعودية وموجودة في الكويت وفي الإمارات وموجودة في إيطاليا وبانها وأمريكا وموجودة في دول كثيرة فهذه إقليمية معناها أقاليم جغرافية معينة نعم فعلاً يا محمد عمل الأطفال من وجهة نظر الكاتب أغلبه سيء وبعضه حسن من وين جبناه هذه لو تذكرون في القطع يا شباب ويا بنات يقول لك إيه وإن كان له بعض الحسنات أو بعض المحاسن إلا أن سيئاته أكثر من هذه الحسنات كلمة تباين يعني اختلاف خذوها مني لما يجي يقول لك معنى كلمة هم ومبينة مش بحتيت ضيع وقت شيء متبين يعني مختلف أطفال شوارع وهم ليسوا أطفال شوارع من استنتاجك ما هي الفئة الأخرى للعبارة أطفال ليس لهم مأوى ولا عائل يعني بيقول لك أن هذه الأطفال أولا الأطفال يسمون أطفال شوارع مع أنهم يروحوا يشتغلوا وكذا وهم مش أطفال شوارع هذا يش معناه؟ يعني هذا الطفل ما عنده بيت ولا عنده سكن وزي كذا يروح يشتغل وينام تحت كبري يروح يشتغل وينام في أي مكان ينام في مسجد كذا أطفال شوارع وهم ليسوا بأطفال شوارع يعني أولاد ناس بس الزمن جار عليهم وما عندهم لا بيت ولا سكن وزي اللي بيحصلوا زي مثلا في فلسطين الآن وسوريا وغيرها وغيرها ينطبق عليهم هذه الكلمة أطفال شوارع وهم ليسوا بأطفال شوارع تلقي ابن دكتور وابن مهندس وناس متربية وكذا بس صار ما عنده بيت المسكين وزي كذا أطفال ليس لهم مأوى ولا عائل سبب استخدام الكاتب لفظ كلمة طفل لأن كلمة طفل في اللغة العربية تطلق على الذاكر والمؤنس يعرفون أنا كل يوم هنا والله العظيم في ناس مخافاضي أنا مرة أقول يا شباب ومرة أقول يا بنات فعندي ثلاثة أربح شباب كذا عايزين نخمص مصر السعودي مشترك كل ما أقول يا بنات يقولون وليس ما يقول يا شباب كذا أنا أحسن حاجة يا طلال أقول يا أطفال شو رأيك أقول يا أطفال خلاص عشان يخلص من السلفة طلال إذا قلت يا بنات يقولون وحنا ليش ما تقول يا أولاد يا عم أنت حمر يا حمر اعمل نفسك ميت مش مأسودة لأن كلمة طفلة في اللغة العربية تطلق على الذاكر والميت أنا قاصد مرة أقول لي يا شباب ومرة أقول لي يا بنات من باب لفت النظر هدول اللي بيلعب اللي ماسك التكتوك يجيني هنا خذ الحياة ببساطة يا طلال وحنا محمد بيقولك خذ الحياة ببساطة يا طلال إيه الناس العازل دي إيه الناس الحلوة دي لماذا يترك الأهالي أبنائهم للعمل لحظوا معاي أنا إلى الآن ما في سؤالك لقي صعب في القطعة ومع ذلك ما راجعت للقطعة أنا أحب أعرض القطعة بالطريقة هذه هتسهل استعاب المقروض جدا لماذا يترك الأهالي أبنائهم للعمل ليه لأنها أصبحت عادة كما لو أنهم توارثوه يعني في القطعة بقولك إن صحيح في ناس بتشتغل عشان أنها محتاجة ولكنها أصبحت عند الكثير عادة منذ الصغر لأنها أصبحت عادة حتى ولو أنهم خدوها ورسيها الذي يقصده الكاتب بزاد الطين بالله زاد الطين مبالله وجود السلع الاستهلاكية غير المفيدة في متناول الأطفال يعني مثلا طفل في خمسة ابتدائي أو في ثالثة ابتدائي يكفيه جوال مثلا بخمسمائة ريال مثلا لأنه وش هيسوي المسكين هذا ما رح يسوي بأي فائدة لاح يصور ولاح يعمل ولاح يعمل برامج ولاح يقدم لا لازم يكون أحدث الضرع يفل لازم يكون عنده أحدث سن سري ولا أحدث سن مش عارف كهام لازم يكون عنده أحدث البرامج لازم يكون عنده أحدث اللابات كده وجود السلع الاستهلاكية غير المفيدة في متناول الأطفال طيب هذا يعني ميزة يعني أو اللعيب يا دكتور ما بقولك دالي زود الطين بلى ليه لأنهم فقراء والطفل يعمل وينافس الأغنياء هذه مصيبة هذه الشعوب الآن يفهم أن إحصائيات عمل الأطفال تفتقر إلى الواقعية ما فيش فيها مصدقية قلنا ليه؟ احنا قلنا في القطع حتى أن لو جم يعملوا استبيان ابنك بيعملوا لا يقول لا يفكر أنه هيعطوا اللي ما بيعمل معونة مثلا ما يقول أو لأن مثلا يستحي أن ابن بيشتغل ابن طفل صغير بيشغله لا أنا رجال زي كده المسؤول عن إنهاء ظاهرة الأطفال اللي مسؤول عن إنهاء عملية عمل الأطفال هذا أن الطفل يكون بيشتغلوا شو؟ جهات معينة على مستوى العالم يقول لك المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية كده موجودها في القطعة المنظمات المحلية والدولية والإقليمية يبجهات معينة على مستوى العالم القضية الفرعية التي تناولها الكاتب طبعا الكاتب يتكلم عن عمل الأطفال بالله خلينا خب بيها بالله يا شباب ويابنات القضية الفرعية اللي يتناولها الكاتب في القطعة وش هي؟ يعني كان بيتكلم عن حالة كده وبعدين دخل حالة في النص كده تعليم البنات ممتازة يا لانا ممتازة ممتازة واضحة لحظوا الدنيا زي الفن متخيلين متخيلين هكذا كان يأتي الاختبار والله النموذج كده كان يجيهم النموذج كده كان يجيهم النموذج كده طبعا نشكرك يا أسي لله يجب بخاطرك يا رب على تعاونك مع البنات شكرا جزيلا الله يجب بخاطرك إن شاء الله المسؤول عن إنهاء ظاهرة عمل الأطفال قلنا جهة معينة القضية الفرعية اللي هو أصلا ما كان بيتكلم عليها لكن جت جت في النص كده جت شوية ملح كده شوية بهارات كده وشي حرمان البنات من التعليم الجمال الجمال الذي نستمتع به اللي إحنا فعلا بنستمتع به وشهو الجمال الذي ينبط فينا جوانا كده على قلتنا المصريين جمال رباني رباني قلت سمحته المقطع بتاع محمد هنيدي هذي يقولك كتب بس محمد هنيدي كده جمال رباني أبوي اللي رباني أبوي اللي إح رباني رباني جمال رباني هذا اللي إيه الذي ينبط فينا من جوانا مش اتنين كليس لكم ولا وشي بويا لا جمال رباني جمال إح رباني اللي هو داخل ينبط مننا ينبط من الروح ينبط من الثقة بالنفس ينبط من الأخلاق ينبط من اللي هي بقول عليها يعني الروحانيات اللي هي الرومانسيات والذي يغنيك عن جمال الأشياء وقبحها الجمال الثقة بالنفس لما تنبع من داخل الإنسان تغنيه عن كل شي وتزيد ثقة بالنفس زي دايما نضرب على هذا المثال سوما أنت ثقة بالنفسها مرة مبسوطة ومستأنسة وسقة وتتعامل أن هي مصدر الكرة تعامل بثقة عالية كده تكون مبسوطة جدا وسعيدة جدا وستمتع بجمالها حتى ولم تكون جميلة فكلما اقترنت الأخلاق النبيلة داخل الإنسان مع الشكل الخارجي زادت قيمة الجمال السامي لما يكون في جمال أقلت مع زر الله لما يكون في أخلاق نبيلة لما يكون إنسان متربع عنده أخلاق وعنده عادات وتقاليل على قولتكم يعني قبائل وعادات وتقاليل وزي كده وييجي معها الجمال ساطلانا على قولة الترين ساطلانا قدنا كده حلوت يعني لما يكون في أخلاق وفي عادات ودين وأدب وتربية ومعها جمال هنا بقى يأتي الجمال اللي الإنسان يستنفع الكلمة هذه للشباب النبس صلى الله عليه وقال إياكم وخضراء الدمن قيل ومن خضراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسناء في المنبت السوء تلاقي وحده ساروخ أرض جو جو لكن حتى ما بتصلي ركحة ما بتعرف رب العالمين هذه اسمها خضراء الدمن يعني حتخليك خروف بس مش خروف في الدنيا ده حتخذك خروف على النار كده لأنك حتكون خروف في الدنيا حتعبدك عن رب العالمين في الدنيا أنت مسؤول عنها كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيتك زوجتك أولادك بناتك مسؤول عنهم بدام رب العالمين يبا الجمال اللي احنا هيتمتع به اللي بينبض من جوانا وهذا يغنينا عن أي جمال شيء ويخلينا نفتخر حتى لو في شيء قبيح فينا نفتخر به وفي حتى تزود الجمال إذا اقترم بالأخلاق النبيلة اللي هي العادات والتقاليد والدين وكذا فكلما كان الإنسان مقترم بالأخلاق زادت قيمة الجمال السام بالفقرة ذكرت كلمة الجمال أربع مرات تعالوا نعدون كذا الجمال هو الجمال عن جمال وفي الأخير الجمال إيه عام أنت بتقول إيه تعال بقى نمسكوه الجمال الذي نستمتع به الجمال الذي نستمتع به هو الجمال الذي ينبض فينا الجمال الثاني هذا جمال معنوي ينبض فيه جمال ينبض يعني شكلنا الجمال ينبض عن الروح فهذه الثانية معنوية الذي يغنيك عن جمال الأشياء جمال الأشياء هذه شيء ظاهري ماد يعني فكلما زادت قيمة الجمال قيمة الجمال هذه شيء معنوي يبا الثانية والرابعة شيء معنوي نوع القطعة نوع فلسفي ليه قاعد يقول الجمال وينبض والشكل والمنظر وما تعمل نفسك بيت وكذا يعني قاعد يتفلسف في موضوع الجمال يعني من نهاية بقولك مش الجمال الجمال الشكل بس ده جمال الروح وجمال الثقة بالنفس الثقة بالنفس يا بنات أهم مما تملك البنت لنفسه أكثر شيء لازم تمتلك البنت الثقة بالنفس لذلك الأباء والأمهات إياكم تعنفوا البنات يا غبية تعوذوا بالله من شكلك انتبهوا أكثر شيء يدمر البنت أن ما يكون عندها ثقة في نفسها أول ما يجيها أي كلب على الخاص بكلمتين حلونا حس نفسها لا ده مش غبية لا ده إنسانة موجودة لها وجود لا ده لها روح ده لها كيان لا كذا خلنا ما عندنا ثقة وحنا يا عزام يا عزام يا عزام من نفسك مي واحد يقول لي البنات والأولاد عشان طلل ما يزعب صح؟ والله أنك صار طلل هذا جبل جلطة ومسيت لأبعا نوع القطعة فلسفي وأنا بيت فلسف تعالوا بقى العش الممنوع التناظر اللفظي استعدوا يا شباب استعدوا يا بنات يلا عشان تعطونا العلاقة وتعطونا الخيارات ثوب ونسج يلا يا شباب يلا يا شباب الثوب يحدث له نسج والقمح يطحن مين كذا؟ قمح وطحية طحن الثوب يحدث له نسج والقمح يحدث له طحن أو الثوب يحتاج إلى نسج والقمح يحتاج إلى طحن حارس ومرمى وجيش ودولة الجيش يحمي الدولة والحارس يحمي المرمى وينفع نحرص؟ الحارس يحرص المرمى والجيش يحرص الدولة الحارس يحمي المرمى والجيش يحمي الدولة جرجير ورقيات في ناس بلقول تصير احتياج المرمى يحتاج إلى حارس والدولة تحتاج إلى جيش ينفع واحد يقول لي ينفع مكانية مكان الحارس في المرمى مكان الجيش في الدولة تنفع ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ يبت العلم ده كل منين؟ ايه الحلاوة دي يا شباب ويبنات؟ يلا جرجير ورقيات الجرجير من الورقيات والطائرة من المواصلات فئات أو نقدر نقول تصنيف الجرجير نوع من الورقيات والطائرة من المواصلات بعوض ومستنقع حيوانات وحظيرة العلاقة مكانية مكان البعوض في المستنقع ومكان الحيوانات في الحظيرة البعوض يوجد في المستنقع الحيوانات موجودة في الحظيرة البعوض جزء من المستنقع الحيوانات بس هي الأساسية لها مكانية أو الحيوان ومسكن كذا تمشي أفضل ما في التناظر إن في علاقات كتير بتمشي إلا لما يكون عندك خيارات صحيحة على قولتكم بتحجر تحجر في حالك كده شابكة وموقع وصحيفة وخبر الخبر مصدر الخبر الصحيفة ومصدر الموقع الشابكة أو الموقع جزء من الشابكة والخبر جزء من الصحيفة مثلاً يعني الفهيم أو الفهيم دوت كوم هذا موقع موقع أكاديمية الفهيم أو الفهيم أكاديمية دوت كوم هذا موقع وين هذا الموقع متحمل في شبكة العنكبوتية اللي هي انترنت يبقى الموقع جزء من الشبكة والخبر جزء من الصحيفة بنزين ونفط وقشطة وحليب القشطة مصنوعة من الحليب والبنزين من النفط أو مصدر القشطة الحليب ومصدر البنزين من النفط أو مصنوع من ينفع ينفع القشطة مصنوعة من الحليب والبنزين مصنوع من النفط سلام وتحية وصح وزجر ليه ما اخترنا يا أستاذ سمك وبحر ما احنا قلنا مصنوع من هل البحر مصنوع من السمك؟ هل السمك مصنوع من البحر؟ لا مجيش عشان ما فيش سلام وتحية وصح وزجر ينفع أن يقولني دل ايه نعم السلام أو التحية تدل على السلام أو السلام نوع من التحية مثلا السلام عليكم السلام الله بالغير أو هلا أو هاي أو بنجو بنجو يبا السلام من التحية أو السلام يدل على التحية وصح تدل على الزجر أنا أسكت على قولتكم بزرط أص ولا كلمة صح يتقولها كده يعنيش سمحوني في اللفظ أص ولا كلمة زي كده هي صح معناها كده صح تدل على الزجر وسلام تدل على التحية كلام همس أنا دلوقتي كنت بهمس الهمس الهمس يعني الكلام بسطوط الهمس نوع من الكلام والكرز من الفاكهة الكرز ليش ما نقول سكوت صمت سكوت صمت وترادف هل العلاقة نوعية الهمس اللي هو سلام الله أنا عملت صوت وطي انفضح طلال اليوم يعني بس انفضح والله دون قصد منه ساطر الله على من ساطر ساطر الله على من ساطر الصح الصح بالجزانة والكلب الص طيب الكرز نوع من الفاكهة والهمس نوع من الكلام في كلام همس وفي كلام بببب ببن بح بح ليه كذا يعمل حد مطر وغيث وضمأ وعطش ترادف غيث مطر ترادف في الاثنين وواحد والضمأ وعطش أنا ضمآن يعني عطشان يببا العلاقة هنا ترادف يعني نفس المعنى تذوق وحواث وشمس ومجرة التذوق من الحواس والشمس من المجرة وش مجرة هذا؟ الشمس من مجرة ضربة تبانة نعاس ونوم وعجل وثور الحواس الخمسة مش ولك البنات عندهم الحسة السادسة ايه الحسة السادسة دي مش عارف عندنا الحواس الخمس الشم السم التذوق وهكذا عندنا بداية النعاس أو أول النعاس النعاس أول النوم والعجل والثور العجل الأم أنا متأكد عندها حاسسة عينها عجل وثور جيش وطليعة حاشرة ويارقة وليه العيال ما عندهم حسسات سادسة أم الكتاب عجل وثور كلب وجر عندنا النعاس والنوم وعجل وثور نفط وديزل وديزل وحليب وقشط هنا مصدرية مصدر الديزل من النفط ومصدر القشط من الحليق أو الديزل مصنوعا من النفط والقشط مصنوعة من الحليق شتاء وربيع هنا فئات وليل نهار فئات الليل والنهار فئات والشتاء والربيع فئات ينفع تعاقب ينفع تعاقب شتاء يأتي بعد الربيع والليل يجي بعد النهار رمح وصيد الرمح يستخدم للصيد والذهب يستخدم للزينة أو وظيفة الرمح الصيد ووظيفة الذهب الزينة أو الرمح يستخدم في الصيد والذهب يستخدم في الزينة شفوا دلع هذا دلع من الاتمنع اللفظ اللي يهتم به والله يستأنس وفزاك الرمح وصيد قلنا الرمح خدناها هذه حاسوب وشاشة ومبنى وباب الشاشة جزء من الحاسوب شاشة الكمبيوتر جزء منه والباب جزء من المبنى الباب جزء من المبنى مطر وسحاب ظل وشجرة مصدر المطر السحاب ومصدر الظل الشجرة رمح وسيف حافلة وقطار رمح وسيف حافلة وقطار هنا في آه السيف والرمح من أدوات الحرب والحافلة والقطار أدوات موصلات معلم ومدرسة ومنقذ وشاطئ مكان المعلم في المدرسة أنت معلم ونحن منك نتعلم مكان المعلم المعلم مكان المعلم وين المعلم مكانه وين في المدرسة في المدلسة المعلم مكانه في المدرسة والمنقذ مكانه في الشاطئ واحد يقول ليش ما خدنا دال النجار مكانه في الخشب يا باشا هيدا انت بتقول ليه يا عامل انت بتقول ليه في البطريق المنزاش النجار يستخدم الخشب سم وعلاج السم يحتاج إلى علاج والرضيع يحتاج إلى الأم مهارة وإدارة الإدارة تحتاج إلى مهارة واللياقة تحتاج إلى تمرين علاقة احتياج ينفع نعم ينفع المهارة تؤدي إلى إدارة والتمرين يؤدي إلى لياقة نعم شوفوا نحن ننفع نقول كذا الإدارة تحتاج إلى مهارة واللياقة تحتاج إلى تمرين المهارة تؤدي إلى إدارة والتمرين يؤدي إلى لياقة المهارة ينتج عنها إدارة والتمرين ينتج عنه لياقة كل هذا ينفع 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 مبينة فئات قرفة وفلفل هادم التوابل فزدق ومندق هذه أيضا فئات وباق فئات صح وين بقى خيار وطماطم نعم فئات ولوز وموز لا مش فئات الخيار والطماطم على بعض الناس الهبلة مش فئات وقال لي هي فئات على أرض الواقع ترى يعني خيار والطماطم فئات وش يخد روات لو تكتبوا على جوجل كده كتبوا على جوجل كده الطماطم عايقلك فاكهة يا عم انت اي انت انت حمر يحمر يحسبون الطماطم يصنفونها على الفاكهة يعني يصنفوا الطماطم انها فاكهة لكن الخيار خد روات فما تجيش عشان كده فئات ايه وش طلع لك يا فالح يقولنا انا بحس تعب في جوجل وش طلع لك فاكهة ولا فواكهة ولا خضار طماطم على طول فاكهة تبحث في جوجل تقول ايه فاكهة على طول لكن حاجة صراحة غير مقنعة فاكهة ايه عم يعني اقولك انا باكل فاكهة باكل طماطم ام الكاتشف البطاطس امساك وانفاق وبلاء ومعافاة العلاقة هنا تضاب يعني الكلمة وعكسها بلاء ومعافاة وامساك وانفاق واحد بقولي ممكن توضح المسألة اللي قابلة ابشر بالخير عندنا فوزدق وبندق حاجات السوريين بقى والناس الهاي دي مكسرات فوزدق وبندق فئات فئات يعني ايش نفس النوعية مكسرات فوزدق وبندق حاجات اللي بتسلوا فيها دي وقرفة وفلفن توابر حاجات الحاجات في المطبخ ده لما يعملوا بقى يعني حاجات البنات بقى ما تدخلوناش فيها بقى قرفة وفلفل حاجات لما يطبخوا يحطوا بها شوية فلفل شوية قرفة شوية خدا الخطأ السياقي كما اتفقنا جملة صحيح واضع الاختبار شال كلمة وحط عكسها ويقولك وين الكلمة للغلط نقوله شاطط صناعة ألعاب الأطفال هذه اتكررت بمليون مرة صناعة ألعاب الأطفال يجب أن تكون بأدنى مستوى لا لازم تكون بأعلى مستوى يبا الغلط هنا أدنى ليه؟ لازم ألعاب الأطفال تكون أعلى مستوى ليه؟ إن الأطفال ما يعرفون عيوب الصناعة بيشتري حاجة عشان شكلها عشان الصوت يمكن يتغني مثلا فيشتريها قال لكمان الحكيم إن طول الوحدة ألهم للفكرة وطول الفكرة دليل على غلق باب الجنة قال لكمان الحكيم إن طول الوحدة الواحد لما يجلس مع نفسه كتير ألهم للفكرة تلقى علي يفكر وطول الفكرة لوحدة لما يفكر كتير دليل على غلق باب الجنة لما يفكر ربنا حيث لنا الباب الجنة لا رب العلم يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا يتفكرون أفلا يبصرون في الآيات الكرآنية آيات كثيرة جدا تدعونا إلى التفكير ليه؟ التفكير ينتج عنه إيمان اقتناعي وليس إيمان راسي نحن مسلمين الله موجود لا يكون ميقن داخله أن الله واحد لا شريك له ألقى الكون ما فيه إلا الله عز وجل هو المدبر هو الخالق كثير من المسلمين الآن للأسف لا يأمنون بأن الله هو الرزاق أنت بتقوله يا دكتور الدليل الناس تحارب بعضها في الأرزاق الناس اللي تقلل من بعضها شوفوا كده في كل مجال الناس بتقلل من بعضها في نفس المجال تلاحظون عليها في جميع دوراتي والله ما أقلل من أي أحد أبدا على نفس المجال لنا فيه أبدا مستحيل يا أخي الله الرزاق أنا أقلل من غير عشان رب العالمين يرزقني إيش التخلف هذا قال الأكمال الحكيم إن طول الوحدة ألهم للفكرة وطول الفكرة دليل على فتح باب الجنة لما تفكر هتعرف أن الله الخالق الرازق المدبر فيفتح رب العالمين لك الجنة لأنك مؤمن نعم يا محمد ما يجب على الأخ الأخي مودته بقلبي نحبه بقلبي تمام ورفضه بماله لو احتشف الوس تكون سند له وحسن المسارعة عنه في غيابه لما يغيب نجري مكانه المسارعة هذه غلط وما ليش وحسن المدافعه عنه في غيابه واحد بيتكلم عليه يقول لو سمحته هذا مهما موجود حرام نأكل فيه لحمه وحسن المدافعه السعادة التي تنبع من داخلك تبقى معك السعادة التي تنبع من داخلك تبقى معك الحاجة التي تنبع من داخلك سعيدة من جواك ما تروح أما التي تأتيك من ذاتك فإنها سرعا ما تسل لا التي تأتيك من غيرك سرعا ما تذل من زاد عقله ظن أنه أوفر الناس حظا العقل يزيد يظن أنه أقل الناس عقلا لكن الرجل له بل يقول أنه أقل الناس يعني أنا أعلم الناس يب من قل عقله ظن أنه أوفر الناس عقلا الفصول الدراسية لا يمكن أن تكون مكانا مريحا للطلاب يقولنا يمكن يمكن لا يمكن أن تكون مكانا مريحا للطلاب الفصول الدراسية يمكن أن تكون مكانا مريحا للطلاب معيار الظلم في معاملة الناس أن تتجنب ما تكره أن يعاملوك الحاجة اللي ما تحب الناس يعملوك بها لا تعملها هالظلم لا هذا معيار العدل العيار العادل اللي انت ما تحبه ما تعمل به الناس لا يوجد رجل فاشل ما فيش أحد فاشل كان رجل أو امرأة ولكن يوجد رجل بدأ من القمة زي مثلا بنك الرجحي كده ابن بنك الرجحي المسل بدأ لقى عند أبوه بنك بنك عضوي هذا نقول علي فاشل لأنه بدأ من القمة وتن فيها يحليله ينولد غنيه وتن غليه هذا فاشل له فاشل كنا ندعو كلنا نكسر مثلا لا يوجد رجل فاشل ولكن يوجد رجل بدأ من القاع من الصفر وبقي فيه بدأ من الصفر ومجيش مش راضي حسن من نفسه إذا أردت أن تعرف الإثار الحقيقي فانظر كيف يعاملك أعدائك لا انظر كيف يعاملك أصدقائك التسامح والصداقة وجهان لعملة واحد فسامح عدوا سامح واحد عدو لك تكسب أعداء كثير لا تكسب أصدقاء كثير إكمال الجمل مهارة جميلة جدا وينفع فيها الحفظ لا تجادل الأحمق فقد يخطئ الناس التفريق بينكم يعد الوعي من أهم المتطلبات للوقاية من التدخين الوعي عشان يكون عندنا وعي هذا مهم جدا يعد الوعي من أهم المتطلبات بالوقاية من التدخين عشان أبطل تدخين أكثر شيء يساعدني لازم يكون عنده وعي العاقل يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذانهم الإنسان العاقل لما يتكلم ويلاقي الناس ما بتسمعه يسكر فمه قبل الناس ما تقوله خلاص يا خي أزعيشتنا لا تتكلم خلاص يا شيخ كذا مثلا يتفاوت أفراد المجتمع بالهمة لا بالشكل انتبه أن تغلب عجلتك على أناتك ما تكونش مستعجل على أنك تتروي شوي يظن بعض الناس أنه أن كل سرور نعمة وكل حزن النقمة لا بقيش عشي ملعش الزراعة تحقق الرخاء ونمو الإنسان والحيوان وازدهار الصناعات الغذائية اللغة هي القاعدة الثقافية التي تبني الأمة وتحمي كيانها وانتهينا مع الوقت بالدقيقة هيا بنا ننتقل إلى الكوزات يا أحسن ناس يا أحسن طلاب وطالبات في الدنيا كلها والسلام عليكم